أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بوقوع مشاجرة بأحد فنادق مدينة طابة من عامل مصري وأربعة سائحين من عربي 48 أضف المصدر المصري أن المشاجرة نتج عنها إصابة العمل المصري بجروح بالغة وإصابة ثلاثة من السائحين ولا يوجد قتلى أشار المصدر المصري رفيع المستوى إلى أن شهود عيان أكدوا أن المشاجرة سببها عدم وقيم السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها هذا وقد نفى المصدر المصري صحة ما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنهم